ما لأراك منهمك كل هذا الانهماك مع ذاك الكتاب يا سعد عن ماذا يتحدث؟ إنه كتاب يتحدث عن العدالة والمساواة بين الناس سأختصر لك هذا الكتاب بعبادة واحدة فقط تتجلى فيها كل خلاصة ما في هذا الكتاب كيف تتجلى مظاهر المساواة والعدالة في العبادات؟ وما هي هذه العبادة؟ الحج يا سعد الحج؟ وكيف هذا؟ سأخبرك كيف افترض أن الله تعالى قد أكرمك بحجة إلى بيته الحرام وكان هناك أحد الملوك أو الزعماء فهي سيكون لهذا الزعيم فضل أو معاملة شرعية خاصة بحكم منصبه؟ لا أدري كيف سيكون حاله؟ الحج فريضة على الجميع فما فرض عليك سيكون مفروضا عليه فهناك لا قيمة للألقاب والمناصب وهذه أولى مظاهر المساواة في الحج أي التساوي في الفروض والواجبات فالحج واجب على جميع المسلمين في حال وجود الاستطاعة ومظاهر المساواة في الحج تتجلى حتى في الملبس فالإزال والرداء هو لباس جميع حجاج بيت الله الحرام الذكور على اختلاف مناصبهم وثرواتهم وأحوالهم الاجتماعية حتى ألوانهم وعراقهم فهناك لا فضل لعربي على أعجمي ولا لعجمي على عربي ولا أحمر على أسود ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى يبدو أنه لا حاجة لقراءة هذا الكتاب بعد الآن سأطلب منك أمر ينسعد انظر إلى مشاهد الحج على أنها لوحة فنية وأخبرني بما تلهمه إياك هذه اللوحة البديعة في هذه اللوحة البديعة على الرغم من تنوع الناس تنوع ألوانهم وأعراقهم وألسنتهم وغير ذلك إلا أنهم يبدون جميعا كجسد أبيض واحد جميل أكمل وهذا الجسد يقوم بأمر واحد ويجتمع على شيء واحد فقط وهو عبادة الله وحده لا شريك له أحسنت إذا نظرنا إلى الحج بعين التأمل لوجدنا بأنه يعلمنا أمرين اثنين أولهما تعزيز مظاهر الأخوة بين المسلمين يكافه على اختلاف ألوانهم وعراقهم كما ذكرنا قبل قليل والأمر الثاني هو دعوة الحج لنا للتوحد والتكاتف وكأن هذه الزيارة المباركة لبيت الله الحرام تحثنا على نبذ الحدود التي تفرقنا وعلى ترك العصبية التي تضعف صفوفنا وتدعونا لأن نكون عباد الله إخوانا قولا وفعلا فنكون بهذا خير أمة أخرجت للناس حقا جزاك الله خيرا يا مؤمن لقد اختصرت لي كتابا كاملا بحديثك عن الحج وإياكم يا سعد وإياكم إن شاء الله